اشتركوا في القناة والده كان تاجر اخشاب ولكن والدته كانت الاكثر تأثيرا في حياته وكانت شخصية اجتماعية الى حد انه تحدث عنها قائلا انها كانت تلعب البوكر مع الملك فاروق وفي احدى المرات حبت تنسحي من اللعب بعد دعوة انه ما عندهاش فلوس فالملك فاروق قال لا لا انت عندك فلوس وحسابك في البنك يسد اللعبة فكملي وكان طبعا الملك فاروق بيحب اللي يلعبوا معاه عشان يخسروله ما كانش ينفع انه حد يلعب مع الملك ويكسب الملك بل الملك كان دايما باستمرار لما يكون عنده تلات ملوك بتاع الكوتشينا يقول ان انا معايا الرابع انا رابع الملوك في الكوتشينا ازا ما كان معايا تلاتة فقط من اوراء اللعبة وهو صغير عمر الشريف كان مليان كان سمين كان بيحب الاكل جدا الى حد انه يعني وصف نفسه بانه بطريقة الاسكندرانية اللطيفة انه ده بدوب يعني قالك انا كنت قلبوز وده بدوب يعني الحياة امه انزعجت من شراهته في تناول الاكل فقررت انها اتبعته الى بريطانيا الى انجلترا ليه بقى؟ الحياة الاكل في انجلترا يخلي اي حد او في ذلك الوقت بالتحديد يعني يخلي اي حد ممكن يعمل رجيم طبيعي من غير ما يحتاج الى طبيب ولا يحتاج الى اي شيء لانه الاكل حياة غير مشهك يعني في ذلك الوقت على الاقل ما كانش يتمتع باي شهية تجاه اي حد عايز يتناول الاكل انجليزي طبعا بريطانيا دلوقتي ولندن بعد ما اصبحت عاصمة سيحية اصبح فيها كل مطاعم العالم لكن الاكل انجليزي نفسه هي اكل مؤلم جدا يمكن على رأي عمر الشريف كان اكل السجون ارحم من اكل بريطانيا في ذلك الوقت من الحاجات اللي كان يتمتع بيه عمر الشريف في الحقيقة انه كان باستمرار عنده رغبة في ان يعيش فيه فنادع كان دايما باستمرار بيقول انا شخص مودي ما قدرش عايش في بيت لوحده ولو قمت الصبح وكان نفسي اكل مثلا وجب الطعام بعينها لحمة مثلا وانما ارجع البيت يتغير المزاجة فبيكون الطباخ مشي فقرر عمر الشريف في الحقيقة انه يععد في فنادق واضى ثلاث اربع عمره في الفنادق لانه اسأل حاجة في الفندق انه الشخص اذا تغير مزاجه مجرد ما يرفع سماعة التليفون ويطلب خدمة الغرف او روم سيرفز في جيله الاكل اللي علم مزاجه عمر الشريف اضى حياته كلها تقريبا في الفنادق وكان في سنوات الاخيرة بيسكن احدى فنادق الزمالك ولكن بعد اصابته بالزهايمر بدأت المشاكل تدب مع الفنادق مريض الزهايمر في الحقيقة عنده مشكلتين المشكلة الاورانية انه بيحط حاجاته امواله واشياءه السمينة في مكان ما وبعدين ينساه ينساه وحطاه فين فاذا بيعتقد ان الناس بتسرقه فكان بينزل باستمرار غاضبا الى ادارة الفندق ويتهم الناس بانهم سرقوا امواله وسرقوا حكته لحد انه قال في ادارة الفندق ان تسرق منه ساعة ومليون جنيه الهياء كانت الصدمة غريبة جدا لما ادارة الفندق لقيت ان الساعة في ايد عمر نفسها وده ادراكا ادراكا منهم انه قد اصيب بمرض الزهايمر المشكلة التانية للمريض الزهايمر انه ما بيعرفش نفسه عمر الشريف في كثير من الحالات ما كانش بيعرف انه هو عمر الشريف ما كانش بيعرف انه هو نجم الناس بتحبه وبتقبل عليه وتتمنى انه تتصور معاه فعلى هذا الاساس وجدنا انه بيعتقد انه في حالة اختفاء الزاكرة بيلاقي ان الناس لما بيجيله كان بيعتقد انه هم عايزين يعتدوا عليه فكان في حالة نفور شديد وفي حالة غضب وربما في حالة عدوانية ده يمكن اللي خلى يعني ابن طارق يطلب انه هو ينتقل الى مصحة وكان هناك كلام كثير جدا انه رفض ان يذهب الى مصحة على اطراف باريس وكان هناك ضرورة انه يبقى في مصر بعد ايام اضاها في الجونة في الغرداء يعني وجدنا قد اضرب تماما عن الطعام وبدأ اشعر باكتئاب حد عندما لم يجد اقرب الناس اليه حواليه ودخل المستشفى بيهما ومستشفى بالمناسبة يعني من المصحة النفسية يعني لها تأثير ولها سمعة طيبة وهناك طبعا قاطع الطعام كماما ولم يبقى الا ان يأكل عن طريق او يتغذى عن طريق المحليل والاوردة اصيب بحالة شديدة جدا من الاكتئاب والوحدة والحزن الشديد وكان كان اخر كلمة اه قالها انه بص الى السماء ويعني وفهم من شفتي انه يقول كلمة يا رب اشتركوا في القناة